تراحمي يا قلوب ولا تقل لهم أخذ معناها لا تقل أي كلمة تجرح العوام إن الحمد لله التلاحم الأسر الذي ما زلنا نعيشه في المجتمع الجزائري هو الذي جعل الناس يتراحمون كما يضمنا الوجود إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء ما زلنا ضمن سلسلة أحكام الإدارة في الإسلام واليوم بحول الله عز وجل وقوة في هذه الحلقة يصلط الضو على موضوع مهم جدا لأنه خطير وهو في نفس الوقت يعني ذو أهمية موضوع الظلم في مقابله العدل يعني أكبر ما يجب أن يحذره المسؤول في الإسلام هو أن يظلم عماله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيجب على كل مسؤول أن يتحرى العدل والإنصاف لأن العادلين والمقسطين هؤلاء من خيرة المؤمنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء يعني في مكانة عالية في الجنة من هم؟ المقسطون العادلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا يعني الذين يعدلون في مسؤولياتهم وفي أهلهم فالعدل يعني خلق عظيم وصاحبه ذو مكانة عظيم في الجنة وفي الدنيا كذلك فلذلك على كل مسؤول أن يتق الله وأنا أذكر على سبيل مثال بعض النقاط المهمة التي غالباً من الناس يظلمون فيها عمالهم من بين هذه المظالم والأخطاء التي يقع فيها كثير من مسؤولين وهي الاتهام بالباطل إلساقتهم بالباطل الشك في أي عامل في أمر لا دليل عليه فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم والعامل حينما يعامل بهذا الأسلوب سيفقد الثقة في مسؤوليه وسربما يصبح مفسداً وينفعل وربما عوض أن يفكر في أن يصلح وأن يفكر في الإفساد يعني انتقاماً من قائده ومن مسؤوله الذي اتهمه بالباطل أو ربما أسأ الظن به وهذا نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يقول إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس إذا أصبح يشك في كل الناس سيفسدهم وهذه طبيعة بني آدم إذا كان كل من تتعامل معه يشك فيك فلا شك وأنك ستنفعل وتفعل أشياء انتقاماً من هذا التصرف السيء وربما تفسد من حيث لا تشعر فلذلك ترك هذا الواجب على المسؤول أن يحسن الظن بعماله أن لا يلسق تهمة يعني بالباطل من دون دليل وأن لا يشك في أمرهم فإلا ما يتحرى ويتثبت ويحقق قبل أن يتكلم بأي كلمة فإذن هذه من أعظم المظالم التي تحقق الفسادة في كل المؤسسات الإدارية والاقتصادية والفلاحية والإنتاج وغيرها كذلك من المظالم هو أن لا تكرم من قام بمجهود زائد بعض الناس يتطوعون بعض الناس يضحون بعض الناس يقومون بأعمال جبارة وأنت تغمض عينيك على هذا العمل هذا كذلك من الظلم هذا كذلك من الظلم الله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعني حتى المثقال ذرا من الخير فالله عز وجل سيكافئك عليه في يوم القيامة ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فالله عز وجل الموازين هذه توزن حتى الأعمال الصغيرة الصغيرة فالله يكافئك عليها وكفى بالله يعني مثلا في هذا الباب بحيث أنك يعني إذا كان الله عز وجل لن يضيع مثقال ذرة من خير فكذلك أنت لا تظلم لا تضيع مثقال ذرة من جود ومن كرم ومن تضحية من أحد عمالك فإذا قام بعمل فاكرمه ومن أحسن في عمله فاشكره فلا يشكر الله بل لا يشكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكافئه هذه كلها يعني يحبها الناس بل يحبون الهدية ويحبون المكافأة وهي أسلوب تشجيعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الصحابة يمدح الصحابة في وجوههم ويمدح في الخطبة الجمعة وفي درس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين وهم عائلة كبيرة في المدينة فماذا فعلوا؟ كان عندهم خصلة طيبة أنهم إذا قل طعامهم عاشوا أزمة اقتصادية ماذا فعلوا؟ اجتمعوا وكل يأتي ما عنده بما عنده ثم يكون طعامهم واحد فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذه الخصلة الجميلة وقال هم مني وأنا منهم فانظروا إلى المكان رأى شيئا جميلا في أسرة فشهر بها في الخير فلك يقتدي الناس به أولا وغيرها من الوقاع يعني يذكر بعض الأعمال يقوم بها شخص معين فهذا من أسليب التشجيع من أسليب التربوية من أسليب الدعوية وكذلك من أسليب الإدارية حتى تحسن إذا قام بأي عامل بعمل مجهود جبار ولو عمل صغير أو قصير فأشكره واذكره وكافئه هذا كذلك ولا تظلم لأنه لو سكت عن هذا فأنك كتمت أمرا يعني وكأن يشعر وكأنك ظلمته لماذا؟ لأنه قام وضحى وأنت لم تبالي بتلك التضحية كذلك من المظالم التي تقع عند المسؤولين وهو ظلمهم في الرواتب يضع الرواتب الزهيدة يضع الرواتب الزهيدة فلما تضع الزهيدة؟ وأنت تأخذ راتب مرتفع هذا من المتناقضات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه فكيف وضعت لنفسك راتبا محترما؟ وأنت تعلم أن مستوى المعيشة يقتضي هذا الراتب يلزم هذا الراتب وثم تعطي رواتب زهيدة للعمال هذا من الظلم أيها المؤمنون صراحة وهو أمر أعتقد أنه صح يعني قد يتأثر بكثير من الناس أو ربما لا يعرفون أنه ظلم اعطي للأجير حقه وهذا الحق معروف يقوم عند الخبراء عندنا أصحاب الحرفة أصحاب التجربة وأصحاب الأمواء أصحاب التقييم المحاسبون المحاسبون الذين يعرفون كيف يضعون هذه الرواتب وفق الجهد وفق الوقت فإذا لا يجوز أن تظلمه في أجرته أعطيه أجرة محترمة أعطيه أجرة محترمة كذلك لا تؤخر أجرته إذا كان عندك المال لا تؤخر أجرته لأن تأخير الأجرة هو كذلك من الظلم أعطي للأجير حقه قبل أن يجف عرقه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن هذا كذلك ظلم تأخير دفع المستحقات العمال أو ربما قاموا بأعمال في أوقات إضافية ثم تقول لهم أنت الآن بعد ستة أشهر سأدفع لكم هذا هذا ظلم لما تترك ستة أشهر بل يجب إذا كان المال متوفرا يجب دفعه في وقته ولا تؤخره فترة وقتا معينا هذا كذلك يعني تقويم تقويم كذلك العمال تقويم أعمالهم هذا لا تقوم به جزافا وإنما قم به بالعدل أنصف أعدل إذا أردت أن تكون من المقسطين الذين هم على منابر من نور يوم القيامة لا تتسرع عندك خبراء عندك ناس يعرفون الحرف ففوضهم حتى يقوموا العمل هل العمل الذي قام به فلان يعني يستحق هذا الراتب يستحق مكافأة يستحق تشجيع وما أشبه ذلك لا تتسرع وتقول لا أنت لم تقم بشيء تمدد حتى شيء أو ربما أنت عملك هذا لا قيمة له وما أشبه ذلك هذه كلها أساليب ليست طربوية ولا دعوية وإنما أساليب محطمة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الأمل في قلوب الصحابة ولا يحطمهم حتى ولو كان واحد فقير يأتيه الفخير يطلب الصدقة يطلب الصدقة ثم يأتيه مرة ثانية وثالثة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني أو لم ينهره ولم يعني يقول له كلمة بذيئة بل كان يقول الكلمة الطيبة حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء سالة الصدقة المرة الأولى ثم المرة الثالثة ثم المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة يا حكيم إن هذا المال حلو لم يقول يا حكيم اتق الله تسألت كثيرا وأكثرت في الصدقة وإنما رده ردا جميلا قال يا حكيم إن هذا المال حلو يعني هذا المال لو أكلته فهو حلو لتك تشبع منه ولكن إذا أكلته وأنت قانع يعني بورك أو يبارك الله لك في هذا المال أما إذا لم تأكله بقناعة فكان كمن يأكل ولا يشبع فتلك الموعدة الصغيرة البسيطة الحكيمة أثرت في حكيم بن حزام فما سأل الصدقة بعدها هذا هو الأسلوب التربوي أن تترك الشخص يتغير لكن بكلمة طيبة دون أن تجرحها وفيه عيب هذه كثرة للسؤال عيب لكن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب حسن فترك حكيم الصدقة من غير أن يشهر به من غير أن يمسه بكلمة أو يجرحه بكلمة أو يجرح أمام الملأ هذا هو الأسلوب الذي يعني تكون به عادلا مقصطا منصفا بحيث تصحح الأخطاء وتقوم العوجاج وتحقق المصالح والفوائد ولكن دون أن تخسر عمالك دون أن تخسر الجو الأخوي دون أن تخسر حلاوة ذلك الجو بكلمات بذيئة بسوء الظن بالشك وبإلصاق التهم هذه كلها أساليب شيطانية هذه كل أساليب غير شرعية وإنما الكلمة الطيبة وحسن الخلق وحسن التعليم هذا الذي يجب أن تعلمه كل مسؤول في إدارته فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعليم وحسن التربية وأن نستغفره وإنه الغفور الرحيم وإلى موعد آخر بحول الله عز وجل وقوته سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تراحمي يا قلوب تفتحيك الورود بحبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر